انطلق بمدينة الأقصر المهرجان القومي للتحطيب في دورته الثانية عشرة وتشارك في المهرجان هذا العام فرق من بنسويف والمينيا وأسيوت وسهاج وقنة والأقصر وملاوي والشرقية للفنون الشعبية وشيوخ اللعبة من نفس المحافظات ومجموعة مزمار النيل المصاحبة للعيب التحطيب ولعبة التحطيب هي رياضة قتالية عرف بها أهل الصعيد الذين ورثوها عن المصريين القدامى منذ آلاف السنين ووجدت نقوشها على جدران المعابد الأثرية في الأقصر والمينيا في خلفيتنا معبد الأقصر باعتبار أن اللعبة تم معرفتها من خلال النقوش على جدران المعابد وفي نفس الوقت عرفناها برضو من النقوش على جدران مقابر بني حسن في المينيا عايزين نقول أنها لعبة مصرية أصيلة تم تسجيلها بملظمة اليونسكو عام 2016 باعتبارها ترس ثقافي غير مادي لعبة مصرية أصيلة عنوانها الدفاع عن النفس القوة الشجاعة والزهو والانتصار والفرحة رابع سنة على التوالي مشاركين في مهرجان التحطيب من محافظة المينيا مشاركتنا كل سنة في شهر 12 بنيجي بنحضر مهرجان التحطيب احنا معوادين هنا كل سنة نيجي من محافظة المينيا وحافظة لوكسور ومحافظة أسوت ومحافظة صهاج ومحافظة جينة يعني كلنا مشاركين مع بعضنا احنا مشاركين في المهرجان التحطيب ده من أول بداية المهرجان نفسهم من سنة 1995 كل عام إنشأ فيه المهرجان هنا في ساحة أبو الحجاج نحن نكون من ضمن المجموعة التي هي مشتركة في المهرجانات لعبة التحتيب لعبة فرعونية قديمة ونحن الآن نحافظ على هذه اللعبة وبدأ اللعبة منتشرة في جميع قرى محافظة أسوان وفي قرى محافظة الأقصر وقرى محافظة قناء وكذلك سهاج والمينيا وأسيوت